شاء الخير يا كابتن حضراك شايف الجيل ده قادر يحقب طولة كاس العلم الأندية أو حتى مركز تاني مثلاً جوجو محمد الجيل ده نادري اه 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 انا شايف انه وقع الجيل ده ما شاء الله عليه و امتى كنا قريبين نحن نوصل فاينل كاس العلم الأندية مع جوزي مع كولر لا مش مع سيماني ممكن كان مع جوزي مع جوزي مع جوزي عشان الأسئلة كتيرة جداً اتعرض عليك منصب مدير الكورن الفترة اللي فاتت ده عمر جلالي لا اهو كان يعني كان معظم جبير ان هذا لازم حكيت في الاول كانوا بيترشيح جماهير نفسها اه لكنهم لم يتمل عرض رسمان على علاء ما يهو لبعد تحياتي لحضراك والكابتن علاء واسأله توقعات حضرتك ايه للسوبر المصري والعين الاماراتيه ده عبد الرحيم السوبر المصري ان شاء الله بطمناه اهلي ان شاء الله اه دي اه دي يعني اقل حاجة للعيبة اللي اهلي جاءت صالح جمهرة وده اللي متأكد انه ان شاء الله عبد العالمين ماتش العين صعبة جدا لكن الاهلي قادر ان شاء الله يفوس ان شاء الله ان شاء الله تحيات الرائد الاعلام بابا المجال كابتن شوبروس وقالي لكابتن علاء ايه الخطوة القادمة ان شاء الله اعلام تدريب ادارة تحت كرة بالتوفيقى رب داليا الكابتان اه انت حابب ايه؟ انا كرة كرة اه طبعا حابب كرة اكيد يعني بتزعل انك مش موجود في المجال؟ اه اه بتزعل اه بزعل او بحزة نفسك كده بقى يعني مثلا خلينا اسألك لو جي الناد الاهلي مثلا حطك في الجهاز الفني مثلا كثالت ولا حاجة شايفها قليلة على علامة ايهو؟ اما مش هحطيني ثالت اه اصلا مش هحطتها تبقى لا ايه تالت يعني ما اعتقدش نعدي في الناد الاهلي ممكن يحطك تالت اه ما اعتقدش الناد الاهلي ده ما بيكبر ولاده ده صحيح ناخد اللي بعد شايف الاهلي لو خد السبر المصر هيفرم معه بقية البطولات الجاية ولا قدر الله لو العكس برضو ولا ملاش علاقة عبد الرحمن الشيخ اه لا ليه علاقة الفترة دي يعمل لان خسيرة السبر الافريقي فيهمك بطولة طبعا مش محتاج بطولات الحمد الناد الاهلي كل طوات محتاجين بطولة حاليا انت محتاج بطولة لو اخذت ان شاء الله رب لانتاخد البطولة دي اعتقد الامور تبقى ميسرة لانك انت في بداية موسم لما تبدأ موسم وانت كسبان بطولة زي السوبر دي ان شاء الله لأ اتفرم معك في بداية الموسم كله ايه اللي بعته تحياتي كابشمير تحياتي الكابتن علاء ميهوب هان العقب يبعتلك لسالب وقال لي ده الموهوب مش ميهوب وصوفه كده كابتن ميهوب هدراك من شخصات المحترمة القوية لماذا لا يكون لك دور في المنظومة الكروية بالاهلي سواء بشركة الكورة لاجنة تخطيط الدخول في الانتخابات اللي جاية ولماذا تركت شاشة قناة النادي الاهلي ناخد اخر ناخد من الاخر كده انا مليش في الانتخابات ما تركتش قناة الاهلي لكن وقتها كنت مدير كورة في مدير في ويتشار ما كانش ينفع اشترى قناة الاهلي نعم حيث انه موجود في اي حاجة في النادي الاهلي دي حاجة بتاع المجلس لكن مش حاجة طبعا لك في حاجة اتعرض علي ومناسبة اكيد مش هارفة طبعا اكيد طبعا يعني اللي بعد مساخر كابتشو بيرو مساخر على موهوب التمانينات طب التسعنات لا اولا ايه موهوب التمانينات كابتن علاء ميهوب بعد اذنك يا كابتن علاء هدراك شايف ايه الخطة او الاستراتيجية الااهلي يمشي بها الفترة اللي جاية ايه الصعبة دي اللي فيها كان بطولة وتحب تنسح جامير الاهلي بايه الفترة اللي جاية كيان الاهلي 14 جامير الاهلي نادر ايه ايه جامير الاهلي اللي بتعمله ده حاجة فوق الخياة او صحيح وره وره فريعها على طول ودي احلى حلوة والمرة مع افضلت دي جماهير ملهاش جامير دي ملهاش مثال لكن الفترة اللي جاية زي ما زلت اسم جاولات يا احمد مطلوب ان ان شاء الله تبدأ ببطولة ابدأ حلو ده تبدأ ببطولة نعم موسم مزدحم جدا عليك وبطولة في بطولة اصلا العين بطولة العين مش مباراة ده العين بطولة بالزبط يعني بطولة في بطولة فان شاء الله يا رب العالمين تبقى البداية موفقة ان شاء الله في ابو زبط ان شاء الله اللي بعد موسيقى 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 لكن آله قادر طبعا قادر أكيد